اهلا بكم هنتعلم في فيديو النهاردة طريق التحضير بسكوت الزبدة بالقطعات مناسب جدا لاجواء العيد اللي بنعيشها طريق التحضير بسكوت ناجح جدا ولذيذ شكله حلو وهيكون مناسب جدا للمة العيلة بدون مضرب كهربائي او مكينة هيعمل معايا كمية كبيرة جدا شكله لذيذ وكمان مقرمش شكله ما تغيرش تماما بعد التسوية وممكن لو مبتدئين هتقوم وتحضره على طول بمنتهى السهولة واول حاجة عندي دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق خاصة بالكيك او الحلويات زي ما تحبوه او بديله دقيق الضحى هيكون مناسب جدا لوصفة الكوكيز النهاردة بعد كده عندي كمية الزبدة الزبدة هتكون بدرجة حرارة الغرفة هيتكون لينة بحيث اني لما اضغط عليها كده تتحرك بمنتهى السهولة عندي وكمان عندي حوالي 160 جرام من السكر البدرة علشان يديني طعم مزبوط للكوكيز ما يكونش مسكر قوي ولا كمان يعني كمية السكر فيه قليلة جدا وعندي اربعة صفار من البيض استخدمت صفار بس في وصفة النهاردة مش هتحتاج اي نوع من البيض الكامل استخدمت اربعة صفار بيد مع واحد زرفة من الفانيلا او حوالي 16 جرام من الفانيلا بعد كده هبتدي اضيف الزبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة وبعد كده هبتدي اضيف لها السكر البودر هبتدي يقلب بالمضرب السلك مش هحتاج اي مضرب كهربائي خالص في وصفة النهاردة بعد كده هبتدي انزل بالبيض صفار البيض بيدة بيدة علشان يديني نتيجة مظبوطة جدا مهمة جدا اني اقلب كويس جدا الزبدة والسكر مع الصفار البيض عشان يختفوا تماما وبعد كده هبتدي انزل بالمكونات الجفة دفت 20 جرام من النشا عليهم 400 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات هبتدي انخل المواد الجفة كويس جدا مع الزبدة والسكر والبيض عشان يديني بسكوت هاش مقرمش لذيذ وفي نفس الوقت طعمه مظبوط جدا لو مش متاحة عندكم النشا النشا اختياري بس بتديني هشاشة وارمشة للبسكوت بطبقى طعمها حلو جدا بعد التسوية هقلب المكونات كويس جدا مع بعض عشان احصل على عجينة متماسكة عموما عجين للبسكوت مش بيحتاج اي عجل كتير اول ما تتجمع عندي العجينة وتتكون زي ما احنا ملاحظين هبتدي استخدم كياس خاصة بالتغزين او حافظة الطعام هبتدي افردهم بحوالي سمك 1.5 سنطي مهمة جدا ان تكون السمك العجينة سميك عشان يديني تشكيل بسكوت مظبوط ما يتحرقش مني بعد التسوية وكمان يديني اشكال حلوة جدا وهتكون الشكل والرسومات بتاعة القطاعة واضحة جدا ده السمك اللي انا محتاجه اه يعني حوالي واحد ونص سنطي قبل ما اقطعهم هبتدي اصبهم فيق الفريزر نموضة نص ساعة كاملة او ممكن ساعة فيق التلاجة مهمة جدا الخطوة دي استخدم العجين وهو بارد جدا من التلاجة عشان يديني تقطيع مظبوط شكل الاطعات ما يتغيرش بعد التسوية هنعمله باي اشكال بنفضلها ممكن دوائر او مربعات او زي الكوكيز الامريكان بيدي شكل حلو جدا انا حبيت استخدم اطعات مختلفة عشان اديكو اختيارات كتيرة وكمان هيكون مناسب في التشكيل اي احجام بنفضلها هسيبه في الفريزر مرة تانية هيوع تقريبا خمس دقيق قبل دخوله في الفرن الفرن يكون ساخن مسبقا على درجة حرارة مية وتمانين هيوع تقريبا خمستاشر دقيقة بعد مرور خمستاشر دقيقة حصل على بسكوت تهابي لذيذ جدا واخد ارمشة مظبوطة شكله ما تغيرش تماما بعد التسوية محتفظ بشكله ناعم جدا هسيبه يبرد تماما ما امسكهش خالص قبل ما يبرد مهمة جدا الخطوة دي عشان ما يتكسرش مني بعد كده بعد ما يبرد تماما هبتدي اضيفه على راك ممكن نزينه بتزيين كتير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هسيب لكم افكار كتيرة للتزيين ممكن ترجعو لها في اي وقت قطعته بقلوب وقطعت وردات صغيرة بتدي شكل حلو جدا وكمان في نفس الوقت الاطفال بينبسطوا بيها ونستغل اطراف العجين في استخدام الوردات الصغيرة دي بتدي شكل حلو جدا بعد التسوية بتمنى تكون فكرة تحضير بسكوت الزبدة الفاخر عجبتكم وتحضروها بمنتهى السهولة هتعمل معنا كمية كبيرة جدا من البسكوت هتعمل تقريبا اكتر من سبعين حبة من البسكوت لذيذ جدا وكمان هيكون مناسب لاجواء العيد والفطار الصبح في العيد ومع كوباية الشاي او القهوة هتكون ريحته حلوة جدا مالية البيت سعادة مالية البيت اجواء الاعياد وذكريات التفولة بتمنى الوصفة دي تكون عجبتكم وتحضرو الوصفة الكوكيز اللذيذ واشوفكم على خير وكل سنة وانتو طيبين